وسط عدز الحكومة السورية عن إيجاد حلول ناجعة تخرج المواطنين في مناطق سيطارتها من أزماتهم المعيشية المتلاحقة سيما مع استمرار الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية حذرت منظمات حقوقية من مجاعة تهدد ملايين السكان ناهيك عن حالة الفلتان الأمني السائدة هناك المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن الأوضاع الإنسانية المتردية التي شهدتها مناطق سيطارة الحكومة السورية خلال شهر آذار مارس الماضي تنظر بانتشار مجاعة حقيقية تهدد ملايين السكان مشيرا إلى أن المواطنين هناك كانوا يضطرون للوقوف في طوابير ولساعات طويلة من أجل الحصول على الخبز والمحروقات وسط شح بالمادتين تعانيها تلك المناطق المرصد أكد أن الأزمات المعيشية المتلاحقة بمناطق الحكومة ترافقت مع تزايد كبير لأعداد المتوفين والمصابين بفيروس كورونا وسط تدهور بالقطاع الصحي ونقص كبير بالمعدات الطبية أما عن حالة الفلتان الأمني وعمليات الاغتيال المتكررة فقد وثق المرصد السوري مقتل نحو خمسين شخصا خلال شهر آذار أغلبهم من القوات الحكومية إضافة لعشر محاولات اغتيال طالت عناصر مما يعرف بالتسويات لافتان إلى تزايد المظاهرات الشعبية الرافضة للواقع المعيشي في أغلب مناطق سيطرة الحكومة لا سيما بالجنوب السوري وبحسب المرصد فأن الأوضاع الإنسانية التي يعيشها المدنيون بمناطق الحكومة تتزمن مع ممارسات وحشية واعتقالات أمنية وتغييب قصري من قبل الأجهزة الأمنية مطالبا المجتمع الدولي بالعمل للحد من تلك الانتهاكات